بسبب قانون المالية، بسبب صندوق التعويضات، بسبب برشة برشة إشكاليات قاعدين نعشوها بخاصة نحكي النوافذ تقريباً تفتحت على كل الجهات، نحكيه على الشكاية المريحي، نحكيه على الساحة الأمنية نحكيه على مختلف الجوانب اقتصادياً زادة من أهم القطاعات زادة اللي ممكن الفترة هدية كثر الجدل والحديث عليها كما عودناكم بطبيعة، نبدأ من جيميل اليوم مع شوفيان، سباح النور شوفيان خير، مرحباً بكم الناس كل، وسط جمعة مباركة نصالح للناس كل، وإن شاء الله رب يحصل معكم آمين، تحية لك حبيب شمينك في الكودة التكنيك، تحية الأنوار في الديجيتال، نبدأ كل عادة معكم أنتوما بشوفيان شوفيان، شوفيان سكوت المسؤولين مريب وما يطمن حبيب كتبت جولييت سانجو في جريدة لوفيقارو الفرنسوية مقال عنوانه حسب رأي خطاب إيمانويل ماكرون وبكل حسابات وما فيش مصدقية والمقال يخص خطاب إيمانويل ماكرون العيس الفرنسوي وتلبرح في الليل بعد ثلاثة جماعات من انتفاضة الجيليجون التي تتفاقم كلها تثبت في أكثر من ثلاثة ألف مظاهرة عنيفة في فرنسا بكلها وفي بريد بالخصوص المهم عندنا أحنا لخطاب لولو الوضع متأزم إقصادين واجتماعيين والنقابة تغلي بعد الأذراب العام في الوظيفة العمومية وفي انتظار الأذراب العام المقال لها سباطات جانفي الجي والوضع في العدديات المعهد السنوية ملغم والمهن محورة بكلها تقريبا منتفضة ضد قل المالية والتوازونات التجارية والمالية منخرمة والدينار متهاون إلى قاع القاع والمواد الأساسية مقطوعة من السوق والتهريب والترابندو أعطينا مصد والقلوب مغلفة ونفوس مكلومة والغاشي تسعى تشقى ومتلقى والبلاد مغبونة وفي المقابل ولا مسؤول يتمن ولا يبث الأمل ولا يقدم رؤية للأيام الجاية ولا حتى على باله بالناس ومشاغلهم وشواغلهم ومزاجهم ووجدانهم ووفادهم آخر الخارجات متاع كبار مسؤولين على امتداد الستة لشهر الاخرى كانت تنحولية وعدائية سياسوية داخل الأحزاب الحاكمة وتصفيد احتبات وتشات شموذي وخزع بالات لا رئيس حكومة ولا رئيس الجمهورية ولا غير من كبار المسؤولين كما يقولوا حتى حد منهم لحكي على غالي المعيشة اللي تقريب كل شي فيها زير بأكثر من النص كان مش ولا بالدبل ولا رح تطمن الناس المتوجسة من المستقبل بل الخايفة والفاقدة الأمل جملة وتفصيلا في أفضل الحالات نسمع بمشاريع أحزاب جديدة وبتالحالفات منتقبة على خلفية انتخابات التشتعية واللئاسية متاع 2019 معناها المحصول حصيلة والحصيلة الضحك على الذقون طوي قول القايل كيف تعدى قانون مالية حسب الأهواء الحكومية والتأوات وقاية الحزبية والبرلمانية أشنو يمنع يوسف الشهن بش يسارح الناس بما وصلتوا لبلاد في كل قطاع من أفلاس سكوتهم كلهم مليم ولا يتمن أحبيب علاش الهذيان والفسام والبسيكوز والذهان الهوسي الاكتئابي اللي ولوا طبعين سياسيين وساحتنا السياسية زعمل يحكم فينا الضبع ولكلسي دخلتهم وخلتهم في الحلة والبلاد ضيعت البوثلة والنشان معهم وكما قال القوال أيام الزمان وصغوا كلامي يا ظلالي حوى لحديث له قياس مش هيدوه شوفيان 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 ولينا نلاحظوا في بلادنا اليوم نلقاوا استخفاف كبير بمفاهيم وركائز الدولة تطور كبير جدا نلقاوا على الجيش بعد ما تم تقريبا الحديث على انقلاب على رأس رئيس الجمهورية والقائد على القوات المسلحة نلقاوا استهتار واستخفاف كبير بمختلف دولي بالدولة خاصة نحكيه على نية بعممية نحكيه على قضاء نحكيه على جيش نحكيه على أمن وطني نحكيه على سيادة وطنية اليوم يتم تداول عديد التهديدات اللي قاعدة ممكن تهدد الأمن العام في بلادنا نلقاوا تصريحات بالجملة نلقاوا كلام قاعدة تقال اختير برشا لكن ليه حياته اللي ما انتو نادي ما فهماش الإجراءات اللي تناجم توقف كل حد عند حده من الحاجات اللي ممكن تخلي انه حتى نخيه يخرج المواطن العادي على السيطرة وما عادش نحكيه على عقاب ونحكيه على منطقة الإفليت من العقاب كل مواطن واللي غير معني بأي جرم وإلا أي فساد مالي أو إداري أو أخلاق يقوم به يقول لك ما فهماش كون بشي حاسبني دون كان حاسبه راهو حاسبه اللي على هرم في السلطة نقاوا في مجلز زادة تقاضف كبير من اتهامات بالفساد واتهامات كبيرة بالفساد لكن نلقاوا زادة لحياته لمن تنازي سوفيان والله ثم مشكلة كبيرة موجودة هي حتى في الأدبيات السياسية ثم اللي سميوه وهو غولة أو عبيثة أو هاجس النوميديين وهو التفرق وتشتت نحن شعب عريق نحن تونس الشعب والأمة متاعنا موجودة من قديم الزمان والشعب هو المساحة الجغرافية والدولة وكذلك السلطة القائمة والمساحة الجغرافية والشعب هذو ما مفهوم الدولة تونس عنا دولة مركزية قديمة جدا والدولة متاعنا موجودة من أول الدنيا حتى كتشوفها في عصر الحافسيين مثل الدولة تتشكل يعني في القرنة الثانية عشر حتى من تجاي كان سمى المحلة مثل اللي عاملوها الحافسيين هالي هي يمشيوا يمشيوا للجنوب والسحل والغرب البلاد والشابة البلاد وغيرهم والولاء للدولة يجيوا في شكل كذلك دفع ومعناها زرق واجبية وحاجات كما هاك اللي يصير بعد الثورة ثم تفكك الدولة في فترة ما تغولت الدولة على المجتمع والتغول جاء أساسا من عصر أخر البيات ثم الاستعمال ثم الدولة العصرية والدولة هي اللي بنات المجتمع التونسي فيما بعد في بنات دولة الاستقلال ومن بعد ثم تغول على أساس وأنه غياب ديمقراطية وغيره لكن صارت ثورة للتذكير بأنه هناك معطأ أساسي في منظومة الدولة وهو الشعب لكن فيما بعد اللي صار وأنه الدولة حادت عن مصارها ولت غنمة ولت قبيلة ولت عقيدة ولت اصطفافات ولنرجعنا لديمون دينو مينت يعني كل واحد شادر لجوبة ويحكم ويخبر لك من يتقرع اللي يشد البرلمان اللي يشد لئاسة الجمهورية اللي يشد كذلك لئاسة الحكومة اللي يشد الهيئات الوطنية الجديدة اللي يشد الجمعيات اللي يشد النقابات كل واحد ولا حلط السلطة في حد ذاته وبدأت تضعف الدولة وهذا اللي أعطاه أول مرة تضعف الدولة أكيد جدا نتائجها الأولية هو ضعف الاقتصاد باعتبار وأنه ما عادش بهيك الاقتصاد ودخلنا في الاقتصاد غير ما هيك تشوف أنت 100 مليار دينار نتج محلي أجمالي تقريبا من 65 و70 مليار دينار في التهريب التهريب والتهرب الجبائي والإرهاب وكل الظواهر هذه كالكل ثم كما قلت أنت يتوى ولا الأفلات من العقاب ولا الاستهتار بالدولة والتعادي على الدولة والتعادي على الدولة هو تعادي على الشعب والتعادي على الزوات معناها أجي رئيسة الحكومة يخرجوا جمعاتها وفايلقها الأعلامية وميليشياتها الأعلامية يقولوا هاو سيد حبيع من انقلابه وزيل داخليه ويسكت وزيل داخليه وزيل العدل السابق يقول فتحنا بحث المسلا بعد نحاوه وزيل العدل السابق ثم فيما بعد بعد شهر يتكلم لايس حكومة يقول لا محبش يعمل انقلاب السيد ويتكلم لايس جمهورية يقول نفس الشيء ومبعد يجي أمين عام بتاع النيداء اللي تسمى قديش عندهم عنده ثلاثة جماعات يعني ما شدش قد بلاتون بتاع ستيك حليب ولا بلاتون بتاع ظم يعني أمين عام يجي يقول هالثم منقلاب يعني لايس حكومة لايس جمهورية ولا محاسبة ولا غيره ومن بعد ندخل فيه كما قلت جاذبات في البرلمان والمشكلة الأساسية ولا واحد اليوم جاي قال يا أخويا إيجا نجمدوا الأسعار مثالي وإلا نعمل قانون تشديد العقوب على الاحتكار والمضاربين وقت الزيت والأظم والله في هذا شمزين والسبيد والفالينة يعني دي بروديدوبازو دي بروديدسانسيال واللي نعملوا منهم معناها أشياء يومية بتاع خبزنا اللي نخبزوهم بتاع مكلتنا اللي ناكلوها ومتاع غيرو هذي الكل أدى إلى هذي ثقافة عدم المسائلة التي تحكي لها الكولتور دي لامبونيتي اللي والتي توجود عندنا شكل يجي مثال نايب يقول على فلان بيهو عليه وما يحسبو حد يخي هي حتى الحصانات لما تتعطا تعتا في إطار أدائك لمهامك ليس في إطار معناها الخروج على المهام متاعك يعني الحصانة تتعطا بي تكون حر في أداء الواجب الوظيفي اللي انتي فيه تكون قاضي ولا محامي ولا نائب ولا غيرو والتي الحصانة من أجل التحصل من الحقوق ومن الواجبات وليس حصانة في إطار أداء مهامك اللي هي مرتبطة بالحرية والمسائلية وبناء الدولة هذه الاشكالية اللي موجودة وعليك حتى العلاقة اليوم بين الذنقابيين والدولة دخلت مصارات رهيبة جدا ما كناش نعفوها قبل وخليت وأنه تأخذ أضراب بمثال الأساذة اليوم أضراب الأساذة اللي هو فيه جانب مشروع لكن مثلا ما يشي أجمع وطن يحاوله عليش خطت خنف عقلية كذلك الفئوية الضيقة ولا غيرو ودخلوا أطراف أخرى بخلاف الوزارة جزء من الأساذة والتلاميذ والأولياء يعني خمسة أطراف والدت في صراحة هذا الكل يأكد بكل صراحة وأنه قاعدين نفقده في البوصلة حوارات صايرة بين وزير طربة مثال طوى والحكومة ما نعفوش الشي مخرجات علش تفق علش ما نتفقوش كل واحد يصرح كيف يحب أقل شي يصيد يعمل بذين ما تعمل بذين يعمل بذين وصحوا وخرجوا يزوز أطراف ونشروا وكل واحد يقول للي يحب أكثر من هذا تخل عنصر أجنبي آخر على الخط وبدلاله وأنه مثال سيد ليس حكومة في اللقاءه مع تابوبي البالح قال له أنا ما خليتش الضوء الأخضر من عند الدواء المالية الدولية يعني ولات كريستينا قاد ودواء المالية الدولية تحكم اليوم في البسيسة بتاعنا وفي الخبز العربي اللي مش نعملوها يولاه دونك بكل صراحة هذية ختيل جدا ومؤشر من هيار الدولة ربي قد الخير سوفيان خانمشيوا بالحق نتمنى وكل خير لبلادنا وإن شاء الله يمات الجاية وساعة القادمة تعطي وتعمل حد للإشكال القائمة بين وزارة التربية وبين نقاب العمل التعليم الثانوي